ومع دخول العالم في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، يشهد الشارع الليبي حالة من الترقب والتوجس بخصوص الوضع الوبائي، الذي شهد ارتفاعاً واضحاً في بعض المدن بناء على أعداد الحالات الموجبة المسجلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وبحسب تصريحات الخبراء، فإن الوضع لا يعد خطيراً ولم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن. ولكن من المرجح بدء الموجة في الفترة القريبة القادمة. من جهاته بيّن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، أن الوضع حالياً تحت السيطرة مطالباً لمواطنين الالتزام بالإجراءات لكي لا يضطروا إلى تجديد قيود وقوانين التباعد ومنع التجمعات. كما شدد السايح على أهمية أخذ التطعيمات لمن لم يتلقى التطعيم واستكمال الجرعات التعزيزية. ووفق دراسات منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور الجديد المنتشر حالياً هو من أحد أنواع متحور أوميكرون، ويكون تأثيره أكبر على أصحاب الأمراض المزمنة ومما لم يتلقوا التطعيمات. وأوصت الدراسات من ضمن خطط الاستعداد لمواجهة الموجة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتادة للتخفيف من حجم الأضرار والوفيات والمبادرة بأخذ الطعوم. ومع كل المستجدات والدراسات بخصوص الفيروس، يقف المواطن حائراً حول أسباب تفشي الفيروس وسبل القضاء عليه، فيما يرى أطباء ومتخصصون أن الجوائح تبقى في العادة لفترة من السنين قد تصل إلى خمس سنوات، لتنتهي تماماً أو يتم السيطرة عليها. اشتركوا في القناة